السلام عليكم مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الإسبانية اللغة التي درستها لسنوات في الجامعة ودرستها أيضا وأود أن أقسم معكم من خلال هذه القناة مكتسباتي ومعارفي لهذه اللغة ولأجل ذلك تابعوني واشتركوا بقناتي ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم وأسئلتكم في الدرس الأول لهذه الحلقة سوف ندرس كمحور أول الحروف الأباجدية لهذه اللغة أو ما يشطلح عليه باللغة الإسبانية وكذلك الحروف الساكنة والحروف المتحركة كمحور ثاني لهذا الدرس أو ما يشطلح عليه بالإنجليزية Voilus and Consonant وما يقابله بالإسبانية Las Bucales y Las Consonantes أولاً الحروف الأباجدية أو الألفابيط الإسبانيول لدينا يتضمن تتضمن الحروف الأباجدية للغة الإسبانية 27 حرفاً ينقسمون إلى حرف ساكنة وحروف متحركة أولاً أو الحرف هو A B C F وهو ما يقابل ما يقابلها بالعربية باللغة العربية أثاء المواجمة من حيث النطق D E F G H I J K L M N N وهذا الحرف وما يميز اللغة الإسبانية عن غيرها O P Q R S T U V X Y E Z سأكرر الحرف من البداية وسأقرأ الكلمات التي توجد تحت كل حرف معناها ومجسد في الصورة بجانبي وعلى يمين الحرف A A Abeto B Bota C Conecho D Dedo E Elefante F Flor G Gato H Helado I Isla J J Khirafa K Kilo L Luna M Mano N Nube Cone Nye Nye Nyan Nyan وعلى فكرة معظم الكلمات التي توجد باللغة الإسبانية والتي تبدأ بهذا الحرف هي قليلة جدا ولكن توجد كلمات تتوسطها يعني تتوسطها هذا الحرف ولكن كبداية يعني بداية هذه الكلمة في هذا الحرف الكلمة هو قليل جدا O O Ocito P Pato Ko Keso R Raton S Sapo T T Taza U B U U Uba 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 Baka Uba Wendstorf Wendstorf للإشارة معظم الكلمات التي توجد في اللغة الإسبانية تبدأ بهذا الحرف يعني Uba Uba هي بدو أصل إنجليزي من اللغة الإنجليزية X Xilofono Y U A Zeta Zapato كمحور تاني لهذا الدرس سوف نرى الحرف ساكينة والحرف المتحركة التي ذكرتوا في بداية الدرس وما يقابلها بالإسبانية Las bucales y las consulantes سوف أقرأ هذه الحرف بواحدة تلو الأخرى A A I O U هناك فرق بين O I O O U Las consonantes son الحرف الحرف الساكينة عفوا هي B C H D F G H J K L M N N P Q R S T W W W X Y Z كيف تنطق هذه الحروف إذا كانت الحروف الساكنة مقابلها الحروف المتحركة هناك بعض الأمثلة لهذه الحروف مثلا بي في الإسبانيا يقابلها من حيث النطق يعني عندهم نفس النطق في تقابلها ثيتا يعني في من حيث النطق مثلها مثل ثيتا فقط للإشارة أن في عندما يكون أمامها أو 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 فإنها تنطق ك أو كو أو كو يعني لا تنطق كما تنطق إذا كانت أمامها أو ثي أو إي مثلا إذا كانت أمامها إي تنطق كالتالي ثي أو Thi مثلا إذا كانت أمامها إي تنطق ثي مثل ثرو وهذا يعني سفر ثرو ما دينا هنا في الجملة الأولى سيلي سيغي آ أو 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 سي pronuncia con el mismo sonido كي لك أمتلا وهذا ما أشرتو إليه في الوديا أن إذا كانت أمامها آ أو 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 تنتقو كا متل la casa la cama il koche il barco la kuna e il koche هدو الأمتلا التي دكارت بالنسبة ل double L تنتقو ك Y و X تنتقو ك X إلا X تنتقو عكس دالك إذا كانت أمامها يعني إذا كانت تاليها آ أو 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 تنتقو G كمتل 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 أمتلا Lamanjana صغيرة صغيرة يعني كيف تكتب بأحرف اللاتينية عامة أربل C C 0 D David G G Gato H H Héroe G J J Javier Javier K K K K K L Lampara W L Llama M Madre N V Inye Nyora Padre F1 P Padre Q Keso R Raton S Sal T Tunnel V Paca W W Wind Surf X XL Fono Y Y Y Z Z Zabato وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أشكركم لمتابعتكم هذا الدرس وارتقيبوني قريبا إن شاء الله في درس آخر من سيسلة من دروس من سيسلة دروس تعلم اللغة الإسبانية شكرا وإلى اللقاء